افتتح امين عام وزارة الثقافة هزاع البراري في مركز الحسين للثقافي معرض الصور الفوتوغرافية للمصور عبدالهادي عبود ويهدف المعرض الى تعريف المشاهد بانواع الطيور البرية في المملكة التفاصيل في هذا التقرير بهدف التعرف على انواع الطيور المهاجرة والغريبة المتواجدة في الاردن افتتح مدير الدراسات والنشر في وزارة الثقافة هزاع البراري في مركز الحسين الثقافي معرضا لصور الطيور وانواعها ومنشائها وبدورها وزارة الثقافة تسعى لإصدار كتاب مخصص لانواع الطيور ومصدرها المتواجدة في الاردن يعني تأتي اهمية هذا المعرض من كونه اولا يوثق للطيور في الاردن سواء كانت طيور مقيمة او طيور مهاجرة وايضا فيه قيم جمالية من حيث دقة التصوير وبراءات التصوير وجمالية اللقطة نفسها مما يجعل ان هذا المعرض فيه جماليات وفيه محتوى علمي وتوثيقي مهم جدا وممكن لهذا المعرض ان يتحول الى كتاب يطرح في الاسواق لانه تنقصنا حقيقة كثير من هذه المعلومات وكثير من الطيور التي نجهل انها موجودة اصلا في الاردن ويكون ايضا متاح لطلبة المدارس للجامعات المهتمين لان البيئة يعني عموما في المنطقة تتعرض لكثير من الصعوبات فمن المهم ان نحافظ على هذه البيئة من خلال نشر التوعية وهذا المعرض يأتي في هذا الاطار واجأ معرض صور الطيور كفكرة من مصور فوتوغرافي للتعرف على انواع ومنشأ الطيور المعروفة والغريبة والنادرة المتواجدة في سماء المملكة هذا اول اشي معرض خاص بتصوير الطيور في الاردن في حوالي 145 صورة لطير كلهم موجودين في الاردن حبيت اوارجي بس الناس اهمية الطيور وقديش فيه عندنا تنوع وقديش فيه عندنا بيئات لطيور مختلفة فيه عندنا احنا في الاردن بيئة صحراوية عندنا بيئة جبلية عندنا غابات عندنا مناطق باردة شوي بالمرتفعات الجبلية عندنا مناطق دافية دايما زي الغور زي البحر الميت وفيه عندنا طيور نادرة مش موجودة تقريبا الا في مناطقنا وهاي الطيور واجب حمايتها واعدادها يعني عم بقل بشكل مخيف فهو اندينجر سبيشيز بسموها بمعرضة للانقراض فانا حبيت اعمل هذا المعرض واكتب مش بس صورة اكتب شرح بسيط عن كل طير وان شاء الله لقدام رح نعمل كتاب نشرح فيه عن هذه الطيور وان شاء الله انه يا رب بيزيد الوعي والناس تحافظ عليها وتعرف شو فيه عندنا في الاردن اديش فيه عندنا تنوع اديش فيه عندنا طيور ملونة طيور حلوة وهاي جزء من منظومة بيئية مهمة جدا للاردن ومش لازم اي حدا يفرط فيها وهي يحتوي المعرض على 145 صورة لانواع الطيور المتواجدة في الاردن كما يعتبر المعرض الاول من نوعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر